بدأ خبراء أمريكيون بتوثيق المجازر التي ارتكبها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ضد مواطني الأقليات الدينية ولسيما منهم المسيحيون الأشوريون والكلدان والسريان الذين واجهوا تطهيرا دينيا مجازر داعش هي مأساة علينا أن نتعظ منها وعلينا أن نحمي ما تبقى من أقليات وعرقيات عرضة لحملات تطهير جماعي وزارة الدفاع الأمريكية كانت أولى من أعلنت ارتكاب تنظيم داعش مجازر جماعية على خلفية دينية ضد أقليات على اختلاف انتماءاتها في سوريا وفي العراق وذلك في شكل مبرمج بهدف تهجيرها عانى المسيحيون من جرائم داعش لأنهم اختاروا فقط التمسك بالعيش في الأرض التي انبثقت منها ديانتهم وعلى الرغم النجاحات التي تحققت في عمليات احتواء داعش والقضاء عليه يرى كثيرون في واشنطن وخصوصا في البنتاجون أن المرحلة المقبلة تقتضي الحفاظ على الإنجازات في الحرب ضد التنظيم بغية تأمين عودة الأقليات المهجرة إلى قراءها لم يتعرض داعش فقط للمسيحيين إنما لنكم موضوعيين فإن كثيرين من المسلمين عانوا وقتلوا على يدي داعش كثيرة هي التقارير التي تحدثت عن قتل داعش مسيحيين أو تهديدهم بالتهجير فيما لو رفضوا مبايعة الدولة الإسلامية المزعومة لكن واقع الحقيقة هو أن داعش لم يفرق بين دين وآخر فضحاياه كانوا من المسلمين والإيزيديين والمسيحيين وغيرهم في آن من واشنطن جو تابت الحرة